الحمد لله والسلام على سيدنا رسوله ثم أما بعد هل الزنا من كفره والزنا ليه كفره أول حاجة عشان تبقى عارف الزنا من أكبر الكبار وربنا عز وجل يعني وضع القيود الشديدة حتى يبتعد الإنسان عن هذه الفاحشة فقال جل جلاله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكاء لهم إن الله خبير بما يصنعون يبقى من أسباب الزنا إطلاق البصر فأمر ربنا بغض البصر من أسباب الزنا الخلوة مع المرأة بغير محر فقال النبي لا يخلغ رجل بمرأة إلا مع زي محر برضو داع حتى لا تقع في حشة الزنا ولعظم الزنا قرنه الله عز وجل مع القتل ومع الشرك في أواخر صورة الفرقان فقال جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك واحدة من الثلاثة دول يلقى أثامة أي يلقى عذابا شديدا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهان يبقى الزنا كبير آه كبير من أكبر الكبار فقال ربنا عز وجل ولا تقرب الزنا لاحظ أن ربنا مقال ولا تزن إنما حتى مقدمات الزنا قال عنها الله ولا تقرب الزنا إنه كان فحشة وساء سبيل طيب إنسان وقع في الزنا هل له كفار أقول بالله التوفيق الزنا ليس له كفار الزنا أمره يدور بين أمرين بين أمرين الأمر الأول أن يقام عليه حد الزنا إن كان شابا فيجلد ماءة جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يبقى لو كان شاب لم يتزوج من قبل حدوه في شرع الله عز وجل أن يجلد ماءة جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى يكون ذلك راضعا لكل الناس عن فعل هذه الفاحشة وإن كان متزوجا ودخل بمرأته ثم بعد ذلك زن فحدوه في الإسلام الرجم حتى القتل كما فعل النبي مع معزا وكما فعل النبي مع المرأة الغامدية وكما قال النبي لأنيس واغض يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فرجمه يبقى حد الزنة يقام الحد إن كان محصن وإن كان غير محصن أي متزوج غير متزوج المغير المتزوج الجلد ماء والمتزوج الرجم حتى الموت طيب إذا كنا في بلاد لا تقام فيها الحدود وأكثر هذه البلاد الآن وأكثر بلاد المسلمين الآن لا تقام فيها الحدود خلاص والإنسان يتوب إلى الله عز وجل يتوب إلى الله عز وجل وربنا عز وجل رحمته وسعت كل شيء قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي سورة النساء قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك شوف كلمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى أن ابن عباس كما رأى الإمام البخاري أن ناسا زنوا فأكسروا وقتلوا فأكسروا الزنا والقتل كبير ثم أتوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أو يا محمد لم يكن أسلمه حين ذاك إنما تدعو له لحسن لو أخبرتنا أن لما فعلنا من كفارة أو من توبة بالزنا والقتل فأنزى الله قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلى آخر إلى آخر الآية حتى قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدوا الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم يبقى الزنا لا ملوش كفار الزنا يدور أمره بين إقامة الحد ويكون في بلاد غير بلاد المسلمين وذا الأولى حتى لو كنا في بلاد تقيم الحدود الأولى الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل حتى لو كنا في بلاد تقيم الحدود فأولى الإنسان أن يتوب فإنما عزا لما جاء للنبي محمد وقال صلى الله فعلته فقال النبي ويحك ارجع واستغفر الله ولم يكن النبي متعطشا صلى الله ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفعل مع معزا حد الزنا إنما كان يريد من معز أن يتوب إلى الله عز وجل ولكن معز أصر مرة وثانية وثالثة وفي الرابعة قام النبي صلى الله عليه الحد فالأولى الإنسان أنه يتوب حتى لو كان في بلاد تقيم الحدود ورحمة الله عز وجل عظيمة والله كريم والله عظيم فإن تاب العبد إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل إليه لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب آه ثم لم يتوب آه ثم لم يعني ما زك أنهم بعد قتلهم المؤمنين والمؤمنين لو تابوا لتاب الله عز وجل ولا شك ولا ريء أن القتل من أبشع الكبائر التي يفعلها الإنسان عياذا بالله فالإنسان يتوب الله عز وجل وأن رفع العبد يديه إلى ربه وأعلن بنية صادقة وبنية طيبة أنه تائب وعازم على أن لا يعود إلى هذا الأمر فالله عز وجل يتوب عليه بإذنه جل في علاه ويقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم